نفع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء شريف شوقي ما نشر في أحد الصحف عن لقاء سرين بين القيادين في تنظيم الإخوان محمد علي بشر ومديرة مكتب الدكتور الببلاوي لبحث تسوية تخرج البلاد من أزمتها وأكد شوقي أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن الدكتورة رباب المهدي لتشغل وظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء وليس لها علاقة برئاسة الوزراء سواء من قريب أو من بعيد وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء لم يجري أي مقابلات أو حوارات تخص هذا الموضوع سواء هو أو أي من مكتبه